أعلنت مصادر في المعارضة السورية أنه من المتوقع أن يجتمع وفدها التفاوضي مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان ديمستورا في مقر الأمم المتحدة في وقت لاحق اليوم وكان وفد المعارضة السورية قد ألغى نظاماً كان مقرراً مع ديمستورا يوم أمس وذلك إثر تصعيد قوات النظام لهجماتها على مدينة حلب وريفها الشمالي والغربي دعومة بغطاء جوي روسي مكثف هذا ومن المنتظر أن يصل منسق الهيئة العليا لمفاوضات رياض حجاب إلى جنيف اليوم بعد أن كان قد وصل إليها رئيس الاعتلاف السوري المعارض خارد خوجة في وقت سابق اليوم